قال لي هراكان سيف ما عندك لاش تخاف غادي نلقاها انترت احدابا وانا كان واحدك غادي نلقاها خرج من تمامك وعازم يلقى غادير في مكانت ظهور سيندي في اي وقت كيشكل عليها خطر تصرفاتها غير متوقعة ويقدر يطيح غادير في مشاكل هي فغين عليها سيف ما تحركش كانت امو كتهدر معاه وكتحاول تقنعه باش يرشع على غرفته ولكن ما كيسمعش لها مشاكلت فوق البياس في مكانت نحسا كأنه كيتسنى رجوحة كل شي تجمع عليه بغي شوفها وما بغيش حاس بيدنب ماليه متيل كلهم فرازوا عن هاللي وقع لها حياتها اللي الدمرات ومرضها اللي غادي طيحة في مشاكل اكبر القضية فيها جرائم قتل وانتقام ولكن هي ماليها دنب هي من قطيب الناس عمرها اداة شي حد ومستاعدي يساعدها ويحميها طول حياته هات شي باش واعد نفسه اما الصخر مشال داره ولقائي لينا قدام الباب كتصنى فيه ما عجبوش لحاله بدكي يصوت وهو يقول لها تقلعي من هنا ما باقيش نشوف حسكت دوري حدعيها اولا عقولي على التابليش يقتلديا لحصا عمرك محلمتي بها دار غادي جيهت لنساعد حتى وقف فجأة من بعد ما سمع كلماتها قالت كيف بقى تساندي اه ولا نقول غادير بلا ما يدور قال ايش كتخار بقى وهي تقول عرفات كيف تلعب عليك الصخر اللي ما كيديرها بي حد جات وحدة ولعباتها عليه دار بسرعة ورجع عندها بحل اعصار شنقع لها من عنقها حتد صدح لها راسها مع الحيط وخرج عينيه فيها وقال عاودي شنو قلتي إلينا قد رفيه وقالت أنا بغيتك غير تعرفها على حقيقتها هي لعبات بيك وبشحال من واحد ثاندي اسمها الحقيقي هو غادير قال صخر كدوب كتكدبي غادي نقتل أمك وهي تقول ما كان كدبش سير الكازينو تأكد بنفسك طلقها وطاحت فاشلة في الأرض كتحق في عنقها ودوروا دخل المسعد وجبد الفرديم ورضحوا تأكد بي اللي عامل ورجعوا خرجوا ركفتوا موبيل ومشا طاير لسبيط طاير طلع عند هادي ريكت افتح الباب ولقى غير الفراغ خرج كيترحت بالأعصاب واللحمر وغروقه خرجين اللي شاف فيه كيتخلع من المنظر ديانو نزل حيحة عليهم بالمسيانو وقالت ليه الممردة باللي خرجات قبل ما يشوفها حد خرج من تمك ومشى الكازينو باغي تثبت كدوب إلينا وهاد المرة ما غاديش فعليها حد هادرتها ما يمكنش تكون حقيقية ما يمكنش خادير وسيندي يكونوا نفس الشخص ما يمكنش وصل قدام الكازينو وكان الليل والدنيا عامرة كيف العادة دخل كي يستحب الباشار ومنصوقش توجه لعند الماناجر اللي مكلف بالموظفين ودخل كيف الرعدة وشنق عليه سوهلو فين كينين ملفات الموظفين ناعد ليه بإيده وطلق منه ومشاحل مجر كبير وجبدك شي كي يقلب ويلوح في الأرض حتلقاه وشاف الصورة وفتحه وإيده به كيتصدم بالإسم مكتوب غادير الأشقر العنوان نفسه والحالة عازبة العائلة الوالدين متوفية وأخت كبرى متوفات كم شف إيدوه وكيناش خرج هزو في إيده وغادي وعينيه مع ميين ما كيشوفش قدامه خرج من الكازينو يلا بغي يطلع في الطموبيل حتى جاه تيصال كان عمر وقال له يخلط عليه حالة للموقع اللي هو فيه شي حاجة بخصوص القضية طلع وخدم جي بي آس سايق مرفوع دماغه متوقف على التفكير حتى أنه ما كانش متحمس بالجديد اللي وصله من عند عمر وبعد مسافة لا بأس بها وصل منطقة شبه خالية فيها بيلات قلانه بانت ليه سيارة واقفة بعيد فيها عمر وموراد وصل عندهم ووقف الطموبيل وخرج عنده عمر واتحدر ومدليه كاميرا خداها من عنده بدك يشوف كانت صور سيارة خارجة من الجهة الخلفية الكازينو سيقاها فتاة شقراء وجنبها راجل وصور خرا حدا الفيلة اللي واقفين حداها شاف صورة خرا فيها نفس البند خارجة من الطموبيل ولابسة لباس مغري حد وحد لفخات وشعر أشقر طويل مطلوق وملامح وجهة ما بيناش والصور فيهم داخل الفيلة هي والراجل وهو مترنح باينة فيه شارب بالزهف سخر شاف عمر وقال هي وهو يقول لعمر احتمال كبير خرج من الطموبيل وغادي للجهة الخلفية ديالفيلة خطوات مسرعة وعمر تابعه ومرادحتاه واخرجوا اتبعه وقفوا دار وشاف فيهم وعطاهم التعليمات كل واحد من يدخل وتحرك بخفة كانت لام فقط أضواء الفيلة اللي عاطينا الدو شاف بالباب الخلفي فيه جوج دياللي قارت بحيال الباب الأمامي اللي فيه حتى هو جوج هز حجراء ولاحة في الاتجاه المعاكس سمعوا الحس وتلفتوا بجوج كيشوفوا في مصدر الصوت قرب خطوة مسرعة ووقف من الرواحد فيهم واعطاه للراس بمؤخرة المسدس حتى طاح لاخر يلا هز دراسو شاف صخر معرف الدقة من ينجاته طاح على طوله وهو يبان عمر واقف مورا حرك لي يستخر راسو ورجع جوج خطوات اللور جا كي يجري ونقز من فوق الصور اللي ما كانش عالي أهبط على العشب وبدأ كيتمشى بلاحس وحادر في كل خطوة كيدير وصل لباب الكوزينة وضرب الزاج بالمسدس وخشا يبدوحه للصافضة ادخل وكانت الكوزينة مضلة خرج منه وشاف جهة الدروش طلع فيهم وجات عينيه على باب كبير وقال في نفسه أكيد هدا هو بيتنهاس الرئيسي يد شد بيها المسدس ويد حطها على البوني فتح الباب وكان ضوء خفيف حميم زاد خطواته هو كيسمح صوت مخريبش عليه كيقول الله مايمكنش غير كيتخايل ليه كان الراجل مناعز فوق النامو سيوم صفح لابس غير بوكسر وهي طالعة فوقه كالس على كرشو كتشوف فيه بشرقة راهية قالت له بغيتي تمشي عند ولدك بدك يخرج ويدخل في الهضرة وهو يقول لها فينا هو ولدي وش عارفة فين مشى سيف بدات كتنعت ليه الفوق وقالت مشى الهي ولكن ما تخافش غادي نصيف تكل عنده اليوم مدات ايدها للساكل اللي حداها وجبدات زكين جات تهزو الفوق باش تضرب ضربتها وهي تسمع صوت موراها اللي شللها على الحركة صوت مايمكنش تنساه تعرف عليه من بين ملايين الأصوات قال لها صخر وهو موجه لها السلاح لجيتها غادير دارت بالعرض البطيب غير شاف وجهها مزيان وخش شعر المستعار وليلونت والماكياج ولكن عرفها هاد الوجه واللحا في التفاصيل ميمكنش يكون غالط كتشوف فيه مصدومة وهو اكتر حتى يدوه ولو كيترعده ادخل عمر مورا وعلى قدر الصوت اللي استر اضغط صخر على الزينات على غفلة مني والطلقات الرصاصة وطلقات صرخة وجيت طايحة على الفراش جنب ببات سيف اللي معرف باش تبلاف اسمع صوت الرصاص ابقى واقف على نفس الوضعية والصدمة باقة مأطر عليها جاه كل شي دقة واحدة مازال مستوعب الصدمة اللولة حتى جاتو مكفس منها عمر قرب الجهة من ناموسية وهو هازي السلاح في ايده يبانت لي شادف اكتفها اللي كينذب وكتتألم وجه السلاح لجهتها وقدر بعمر تهذي وهذي اديك الفوق يلا تحركي تقعدات وهي كتتألم وباقى شادف اكتفها اللي دادت من حداها الرصاصة ضرباتها ولكن ما اختار قاتش اكتبها وقفات بصعوبة وهي تهز راسها بصخر اللي باقي على نفس الوضعية دار لها عمر البنوت خرج بلاستيكة وهز فيها الجنوية ودفعها باش تحرك قدامه دازت من حداه وكتشوف فيه بحزن عمرها دارت بحساب هاد النهار اللي تشي وعلى ايد من على ايد سخر خرجات هي وعمر من الغرفة وناد مصطفى كيتلاوح وقف على سخر اقال لي شكون انتو ما كيف درتو حتى دخلتو لنا في اللي قارد واش كي نسيبا فين غادين بالبنز غادين تفاهم معاكم ما عارفين ش راسكم معامل شايف صخر واقف مدار حتى ردت فعل وهو يدفعه ساعة ما تزحزحش ليه حدو وجه ليه شوفاته الحادة وهو يرجحه تولور خايف على راسه ورجاله ما كينش لهم الاطار ولكن ما بغاش يبين باللي ضعيفه جابان وهو يقول البوليس هاجمين عليها وسط دار انا غادي نوريكم ما حس على راسه حتى جاته اعنف لك ما اللوجه طاح على الطول وفاقد الوعي وما عاودش تحرك خر الصخر وبالليه مراد واقف مع ليه كارد وشي رجال ديال الشرطة اللي خلطوا عليهم ليه كارد من اللي عارفو بللي راهم البوليس وجاو على قبل البنت اللي كانت مها مصطفى صخروا له وحتى صخر اوامروا باش يمشيوا وركفتوا موبيل تحت هوا ومشى ووصلوا للمركز ودخلوها لغرفة الاستجواء ادخل عندها وقال كل شي خرج خرجوا رجال الشرطة واتباحهم مراد وهمر من ليه تأكد باللي خرجوا وهو يوقف قدام باب غرفة الاستجواء فتح الباب ودخل الشاب فيها قال صفق الكرسي هزات عينها فيه ووقفات وقربات عن دورش لها كي رجفوا وقفات قابلة معا وهي تقول صخر انا ما حستت بيدو حتى نزلت عليها حتى طاحت في الارض شادف جنبها وفم هوني فها دايزين بالدم حطات ايدها على جنبها كتتألم ودخل لإطر الصفعة ما زال ما استوعبات بدقة حتى حستت بيدو جبداتها بقوة كان شانق عليها من حويشها بيدتيه بجوش وطلحها المستواح تتقابلات مع وجهه لعامر غضب عيني خمرين بحل شعلة ديال النار كيشوف فيها بندرات كلها غضب وكراهية وشمئزاز آخر وحدة يتوقحها تكون هي العدو واللدودة ديالو اللي كيقلب عليها وبغي يلقي القبض عليها بأي طبع ما قدرتش تهز في عينيها وهي مزيرة على جفونها كتحس بالحريق وألم رهيب وهو يقول علاش من بين الناس كلهم تطلعين دي علاش ايش بنت ليك اللي تجي وتلعبي عليها هنا صخر بن يزيد الرجال بش لاغم هم كيهزوش فيها الراس تجي خانزة بحيالك تلعب عليها كيف بغاعت خاسكي الأوسكار على تمتيرك ما عندي ما نقول لعبتيها مسيان قالت صخر غير اسمعني ازدحم على الحيط وهو باقي شانق عليها وقال ايش غادي نسمع سكتي ما نسمع صوتك الله حرقت عصيرتك رديتيني ضحكة انا كنقلب عليك الدمك وانتي حدايا بدك يضحك بالفقصة وقال وزايدا ها لعب علي بجوز شخصيات زعماء ما خليتي لي ما نقول قالت انا بغيتك من قلبي نزل عليها بلك من لوجه احتحسات بحنك هدخل في سنانها وقال قلت ما نسمعش حسك ما كرحتش القتلك دابا ولكن الله خاس تخلصي مزيان على كل حاجة بوحدها باش تبرد لي الشمتا كان وعدك اغادت عيشي في الجاحين والطلبي الموت وما تلقيهاش شافها بداتك تصد عينيها والترخات وهو ينزل عليها بتصرفيقها وقال حلي عينيك باقي الحالة لتنعزي جرها وخبطها على الطابلة واتحن عليها مقرب وجهه منها ونفسه على وجهها وقال شنو قال ليك راسك اللي جاية عندي بكل جرأة وقال سكت تحلوني عليها دايراني طريق باش ما تحصليش كنتي عارفة مني شاد القاضية ديانك باش نبقى قدام عينيك وتلعبي كيف بغيتي قالت ما كنتش عارفة انت اللي شاد القاضية دار ايدو على عنقها وزيرو قال لا تيقتك وقال سلعبا ليه فيها دور البريئة وكتجبتي عليها دايرا ليه مصرحية مره صلقوطة كتلاحي عليها من هنا ومن هنا ومره الشريفة العفيفة وما تقيسنيش وفحد مني قالت انا انا ساندي ساندي اللي كتبغيك وكتحمق عليك زاد صخر سير على عنقها احتخرجو عينيها وقال ما زالة زيدة فيه قلت ليك ما نسمعش حسك سكتي قبل ما نسكتك في مرة واحدة سكتي تحل الباب ودخل عمر شافه قاجها وهي ما كتتحركش جاء عندو كيجري كيجر فيه وقال له صاخر طلق منها صاحبي راه غادة تموت ليك بين ايديك وبدك يجر فيه ولكن وعلو ما بغاش يطلق منها شاف فيها بانت ليه بدات كتزراق وما بقاتش كتتحرك وبعد ايدو كيشوف اتار صباعو في عنقها وهو يقول عمر البنت حالتها خاصها سبيطار صخر زير على سنانه وقال ما غادة تمشي فيه وهو يقول له عمر واخه مجري ما كتبقى انسان وعندها حق التعالج نزفات بزداب عندها شي جرح في جنبها تفكر صخر فاش بغاية التبرع بالكلية ديانها وهو منحها حيث كان خايف عليها وكيفاش حس فاش كانت في غرفة العمليات كان بغي حماق ومرتاح احتشافها بخير زير على ايدو مغدد حاس بالشمتة والغباء كيفاش كانت كتلعب به وهو ما جاي بخبار وهو يقول جيب لي هات طبيب هنا وباقي حسابي معها ما سالاش رد بالك مزيان ما بغيت احتخطه خرج وجابوا لي هات طبيب خرج صخر ومشا ديري كتعبت إلينا وصولها وقال لها كيفاش درتيح تعرفتي قالت كنت مراقباك ومنلي شفتك معاها شحان من مرة تبعتكم وواحد النهار شفتك وصلتيها لدارها وكلفت تحري خاص بشي بحات على معلومات عليها بغيت نلقى غير شي حاجة اللي تخليك تبعد عليها تحري جاب لي المعلومات وتماك عرفت باللي اسمها الحقيقي غادير ماشي سانتي وعايشة بوحدها قرات الصحافة وخدامة في شي مجلة وبالليل خدامة في الكازينو إلينا ما كان عندها احتشي فكرة على مرض غادير اللي فهمات هو أنها كتكذب على صخر وعايشة حياة مزدود رجع صخر للمكتب وقال لعمر باللي راجبنا لها الطبيب وفحصها والقابل لي عاد فاتحها وجرحها باقي جديد وتحل عاود خيط ليها في المستوصف وعالج لها احتش جرحها ديال الرصاصة وره باقي ناعسة ومازالة تحت تأثير البنج وهو يقول له صخر نزلها لتحت قال ليه عمر ره مازالة مفاقت وحالتها قادعوا الصخر وقال له قلت ليك نزلها لتحت قال عمر أوكي شاف ناد عمر خرج ومشى المستوصف لقاها باقي ناعسة في قبايات صغيرة وجهها عامر كدمات وولاو زرقية وشفتها مجروحة تقول داد تحليها دكاكا عيط الواحد الشرطي وقال ليه يهزها وخرجوا تابعوا الشرطي هزها بين ايدي دازوا من حدا مكتب الصخر اللي كان خارج شاف فيهم وشافها مغمضة عينيها وراسها مدلي وشعرها هابط وهي بين ايدي الشرطي رجع سد الباب حتى بغي تقلع ودخل كيهرس ويدرب اللي لقاها قدامه هرسها وشخشخ المكتب كله حطوها في الزنزانة مع ابنات خرين وخرجوا بقاوا الساجينات كيشوفوا فيها من اللي يدخلوها وهي ما تحركاتش وفي الصباح فاق الاب دي السيف وبدك يسترجع بالذكريات دي الليلة الماضية جاه دك شيكي في الحلم تفكر البنت اللي كانت مها ومجيئهم لحنا وفاش دخلو رجال الشرطة ودوها وخا كان سكران ولك ولكن بقى عاقل علش حين من حاجة حتى فاش خرجوها ووقف كيهدر مع صخر ومن تمك ما بقى عرفة شنوقع هز التليفون وعيت على واحد من اللي قارد تيالو اللي جاب الزربة وسولوه على شنوقع القارد شرح ليه باللي جاو على حساب ديك البنت اللي جات معاه وراها اعتاقلوها وكانت على وشك تقتله مصطفى تصدم وعينيه خرجو بدا كيسترجع ملامح البنت وهو ويفشلو عليها رجليه جلس فوق الفوتاي وكي ترعد ممتيقش كان غادي يموت بحال دوك اللي ثبقو كان داير حتيات من انه يطيح في ايد القاتلة ولكن بسباب مشاكيله مع السيف وفش شاف البنت اللي كتشبه لديك اللي اغتاصه تخلطو عليه المسائل وشرب لقياوس احتى انه نصار صورة مستهدف نادو تخلطوش ودوش والبسح واجوه بطلق السيارة كتسنه اركب اللور ودي مارا شايفوه وهو جالس في السيارة كيخمم خدد تليفون ودوز وحد النمر وقال شنو قلتليكم؟ قلتليكم راه رجعات ياك قلتليك راه شفتها بعينية في السبيطان وانتو ما قلستوك تضحكوا عليا هي اللي قتلتهم وحاولت تقتلني البارح كنت غادي ينموت راه رجعات نتاقم منا قال ليه الشخص ايش غالس كتخربك سير شوف ليك شي طبيب نفسي كاين شي واحد مات كيرجع وهو يقول مصطفى قلت ليك شفتها بعيني فين كاين نجي عندك؟ خاصنا نهضرو علاش ما باغينش تطيقوني؟ وهو يقول له الشخص ما تجيش عندي ما لكم كلخ وإلا كانوا مراقبينك البوليس باغي توصلهم لي سير ارجع في حالك ودير بحالي لما وقعوا له أنا غادي نتكلف مصطفى قال ليه والله إلهية اقطع عليه الشخص وخلاه كيتشوها ازعف وهو يلوح التليفون وقال للسائق ووصله لسبيتار أما رغد بدأت كتحل عينيها وكتحس بجسمها كله كيعقرها حسيت براتها ناعسة على شي حاشا قصحة كانت عاضية وجهة لحيد دوراته مستغربة من المكان اللي هي فيه هادي ماشي غرفة المستشفى فين كانت ناعسة دقاعدات كتدور عينيها في المكان حتى بانوا لها القطبان وبنات كله في الملوحة الدموع بدأو كيطيحو شلال كتحاول تكذب عينيها وباللي هي ماشي محبوظة وماشي هادي زنزان باقى كتحاول تتوعب فين هي واشنو واقع حتى كيبال لها شرطة كيحل الباب ومعاه وحدش كلها كيخلع عامرة وكتافها عامرين كيف ديال الراجل وجهها كله ثيكاتخيس وديراة كوب غارسون وقفات بصعوبة ونشات عندهم قالت عافك خرجني من هنا علاش انا هنا فين هو سيف فين هو الدكتور راكان قال لي ها الشرطة شافت كيسد الباب وزادت فواتيرة البكة حاسة بالخنقة وروحة غادة تخرش قالت عافك الله يرحم والديك خرجني من هنا ما نقدرش نبقى في هاد البلاصة عافك تجاهل صراخها وكمل على طريقه كيف تفاوت حسات بشي حجرها لعنده تلفتات ولقعت هالمرأة اللي يالله دخلات شكلها كيخلع مخنزرة ومخسرة كمارتها وهي تقول ليها وممكن تسكتي شوية حيت فرعتي لي يا كري على هذا الصباح بدايت غاديرك ترجف ودموحك يجري وعلى خدها ابقى تراجعة باللور رح تحبسها الحيط أما السجينة توجهات عندوك اللي ناعسين كلها فقنت وبدايت كتركل فيهم وتسك قالت ليهم نوضوا السلقوطات تقعدوا نوضوا قافزات غير شافوها وحنا والراس وهي تقول ليهم فين ما نجي نلقى نفس الكمامر أربعة ديال السلقوطات ولا بغيتوا تتربعوا الله يعفو عليكم منهزان الرجلين وهي تقول أحد السجينات اللي سمعك يقولك تضلي تسجدي حنا كنهزوا الرجلين وانتي كتبيعوا تشري في بنات الناس جات عندها السجينة الخاسرة شديتها وهي دلو لها إيدها حتى بغت ترتق لها وقالت إياكي تحليك الفم بدت السجينة كتغوت وقالت آي تلقي العارة خديجة لما تلقي مني غير مقطوعة ومعارفاش اش كنقول تلقات منها ودفعتها وهي تقول خديجة لقيتيني ما مسالياش لك أما كنت تخرجي ديري كتليوم للروضة دفلت لها على وجهها وقالت كحزل هي ودابجة وقت المعقول شكون فيكم اللي دخلات البارح بالليل كلهم وجهوا صبحهم الغدير اللي مقنتها في الزاوية كتشوف بعينيها اللي عامرين دموها تمشيت خديجة بشوية عليها حتى وقفات عليها وهي التحنة عندها قالت ما الغزالة ديانا شكون بكاك وبدأت كتلحب لها في شعرها وقالت تبارك الله عليك كل شي فكزوين خسارة حرقني قلبي عليك ولكن جات توصية بش نتهلا فيك فتحات فمها وجبدات رازوار من تحت لسانها دارتوا بين صباحها وغادير خرجات عينيها وهي كتشوف فيها أش كتدير بغايت تغوت ولسانها تتعقد سدات عينيها كارز عليهم وكتسنى ما صيرها وفي السبيطار عند سيف تحل الباب ودخل مصطفى شافتوا الأم ديال سيف وهي تنود عنده أما سيف ما تحركش كأنه ما حاش بلي داير بيه قالت الأم اش كتدير هنا سير خليها عليك حتى يبرع وديك الساعة شوفه وتناقش كيف بغيتي وهو يقول لها مصطفى بيني وبين ولدي وانتي اش دخلك قالت هو ما بغيش يشوفك ما شايفش حالتو كيف دايره غادي غير تزيد عليه لشافك قال لها مصطفى بغيت نهدر معاه في شي حاجة مهم تمشى جهته وقلس في الكرسي جنبه وقال سيف كيف وليتي سيف بقى ساكت مصطفى قال هم بغيت نسولك ديك البنت اللي جادك النهار شكون هي وفيلك تعرفها سيف بقى ساكت وهي تقول لأم تسيف هاديك صديقة سيف وهي اللي تبرعات لي مصطفى قال شنو اسميتها قالت الأم علاش كتسول وهو يقولها مصطفى وقولي شنو اسميتها قالت اسميتها غادير مصطفى قال لها غادير واش هاد غادير عندها شي خطها وهي تقول الأم ما نضنش هي يتيمة وعيشة في وحدها مصطفى قال بصوت من خافط واش كون تكون ديك ساندي اللي تلاقيت بيها البارح كتشبه لها بزداب سيف ما كانش في هاد العالم كيسمح ديتهم وما مركش احتى سمع اسم ساندي في ودنيه وهو يوقف بصرحة احتى تلفتو عنده بجوش قرب عند مصطفى وشد فيهم الكل شانق عليه وقال اعاود اش قلتي مصطفى قال له حيا ديك ايش هاد قلت الأدام را كان بقبك سيف بصوت عالي قال اعاود الاسم اللي قلتي دابا شوية وهو يقول له مصطفى اين هاسم قال له سيف اللي قلتي دابا مصطفى قال ساندي سيف مخرج عينيه وقال فين كتعرفها فين شفتيها وفين هي دابا قال ليه مصطفى ما كان عرفهاش تلاقيت بيها غير البارح وحاولت تقتلني وهو يقول له سيف وفين هي دابا مصطفى قال ليه را ها اعتاقلها لبوليس علاش هاد الشي كله فين كتعرف ديك المجرمة حمر فيه سيف عينيه ودفعه بالجهد احتطاع وهو يقول له كون ما كنتيش لأب ديالي واخا هاد اسمية بزاف عليك كانت غدا تكون معك هضر اخرى خدا سيف الحواج من الساك اللي جابت ليه لأم دياله ولبسهم وخرج ابقى تم مكتعيت له ولكن جاهلها وكمل على طريقه خرج من المستشفى ووجهه باين فيه الحياة وقلت النهاز والأكل اخذتها كسير للمركز فين خدام صغر حيت عارف هو اللي شادت القادية وصل للمركز لقى شرطي واقف حدا الباب ابغى يدخله منهم وقال له سيف حيت خاسني نشوف الضابط الصغر الشرطي قال ليه هو دابا راح في اجتماع مايمكنش ليك تقابله قال ليه سيف غير قول ليه سيف جاي شوفك على شي حاجة مستعجلة هو يقول له الشرطي واش باغيت خرج عليها رغم كيبغيش اللي قاطعه وهو في وسط اجتماع بدأ سيف كيغوت وخرج مراده قال اش واقع هنا الشرطي قال الشاف هاد خينا جاي محيح قال ليك بغى يدخل عند الضابط الصخر صحة قلت ليه راح في اجتماع ورفض يمشي وهو يقول له مراد ما لنا جاي محيح وناد صخر من الكرسي وتم جاي بخطوات تابتا وقف مورا مراد وهو يبال له سيف هز حاجبه وكيشوف فيه شوفات حادة وهو يقول له سيف خاصة نهضره حياة غادير في خطر صخر زير على فكو وقال طلقوه طلقوه منو دك الجوج وشير ليهم صخر برازو زعمة حرقو وهو ما يزيدو مع الطريق شاف صخر في سيف ودخل وتبعو سيف وهو يقول صخر من بعده نكملو الاجتماع نادعو ما نخرجه هو مراد وقل الصخر فوق الكرسي ودار عاطيب ظهره لسيف وهو يقول له سيف غادير كينا هنا ياك قال ليه صخر حتى انتك انت عارف وهو يقول سيف واش غادير كينا هنا انت اللي اعتقلتها البارح خاصة لنشوفها ضروري دار عنده صخر ووقف وقال ليه واش حتى انتك انت كتمتل عليك ولا غير انا سيف قال ليه غادير مريضة وهو يقول له صخر كتعرفها سينين هادي وما عارفش باللي صديقتك قتالة ولا عارف وساتر عليها سيف قال ليه ماشي هي اللي كتقتل وهو يقول له صخر متأكد سيف قال غادير ماشي قتالة غادير مريضة ومحتاجة مساعدة ماشي تدخل الحفظ وهو يقول له صخر قاع هذا حب حتدت عماوليك عينيك وما كتشوفهاش على حقيقتها ولكن ما نلومكش سيدة بارعة ودرتها بيا انا قاع سيف قال ليه واش ما كتسمعش شنو كنقول ليك قلت ليك غادير ماشي قتالة هي ماليها حتى شي دنف هدشي قال ليه صخر ما ترفعش صوتك عليها هي ماشي قتالة شفتها بعينية وجاي انتك تقول لي يا ماشي قتالة سير بحالك ونساها عليك حيث غادت تعفن في الحبازات غادي نحرس على أنها تحط أكفى السجن اللي تعيش فيه الجاحيم كل نهار ونوريها اللعب كيف داير قال ليه سيف غادي تندم كون متأكد باللي غادي تندم زيان على هدشي خرس سيف كي يزرف المشي عارف صخر ما غاديش اسمع ليه شكرا شكرا